موسيقى يقول الأخ سائل بارك الله فيه يقول في مقطع يعني يوجد أكيد مقطع يعني في مقطع لأحدهم يرد فيه عليك عن حوار هوكينج المفترض مع الله هذا في الخطبة العملت عن هوكين عملت حوارا وصفك فيه بأوصاف شديدة يغفر الله لي ولا عادي يحصل هذا باستمرار يغفر الله لي ولأخي الذي نال مني وربنا غفور رحيم وختمه بالدعاء عليك لو كان دعا لي يكون أحسن لي ولا واستشهد بآية وإذ أخذ ربك بني أدم من ظهرهم ذريتهم كتب الآية وأنه وأنه تخريبا وأنه يمكن وأنه لكل من مات كافرا وأيضا أنه لا عذر لمن لم يجد وقتا للبحث عن الحق بقول الله ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فكيف الجواب جزاكم الله طيب هذا الموضوع موضوع سهل أيضا وأعتقد أنا في خطبة هوكينج يمكن بعدها عملت محاضرة أو شيء وصلة هيك سريعة كأني يعني تكلمت في هذا الموضوع بس باختصار أجيب عن هذا الأخ صاحب المقطع أي أن يكون غفر الله لي وله والله يهدينا جميعا سواء السبيل ويهدينا جميعا وأنا قبله الحق الذي يرضاه تبارك وتعالى باختصار يا أخواني الآية التي ذكرها الأخ بارك الله فيها هذه من سورة العراف تسمى آية الميثاق وآية الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاشتب ربكم قالوا بلى شهدنا فالله قالوا حذرهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذريتا من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون فجل لك هذه الآية ضد كلام عدنان عدنان افترض أنه أقول يا ربي أنا كذا وصلني كذا كذا القصة العملت أنا قال لك هذا كلام فارغ هوكينج مالوش عذره سيكون من أهل النار لأنه وات ملحد ليش قال لك لأنه الله قطع معذرة كل البشر ما في بشر تشوفه إلا الحجة قامت عليه ليش بقية الميثاق أيو الله قالوا ميك ألاشتب ربكم قالوا بلى شهدنا قالوا أن تقولوا وعدنان بقول هوكينج بقول الرب أنه يوم القيامة حيصير حوار ثاني لا غلط هذا أنا فهمت من السؤال تقريبا أنه البصير لا الله قال له إصحوا تقولوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبونه إلى غريب يا أخي طبعا لو أريد أن أتكلم في تفسير هذه الآية وأفصل القولين المشهورين فيها بدها على الأقل يعني عشر دقائق ربع ساعة لأن فيها قولين مشهوران قصة وأجيب كل قول وأستدله كيف كذا لأنه ليس كما يتخيل بعض الناس أنه هي قول واحد أنه الله استخرج من آدم ذرياته ومن ذرياته ذرياتهم إلى آخره وقال له مخاطبهم وسمعوا كذا هذا ليس مجمع عليه هذا قول رجحه بعضهم في قول ثاني أنه كل هذا تمثيل أبدا وهذا ما حصل إذا هيك وأنه اللي يصير مع كل واحد عشان تفهم القولين بسهولة من غير ما يعدل اللي يصير أنه كل واحد الله يخرج من ظاهر أبيه ويقيم له في الوجود والكون من آياته ما يدل عليه وفطرته لو استنطقت ستشهد بأنه نعم أنت ربنا وأنت خالقه القرآن هو اللي علمنا هيك ستقول له وإيهنا الله علمنا هيك إنه ممكن تكونوا تكونوا الشهادة حالية بلسان الحال طريقة التكوين والحال الله سميها شهادة ومش لسانية ومتكلموش ولا نسمع كلامهم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر عمر ما حصل إنه دخل المشرك وقالك إحنا الكفار أبدا باعتبروا حالهم مؤمنين وصالحين وطيبين هم كانوا ولذلك قال جماهير المفسرين شاهدين على أنفسهم بالكفر حاليا أحوالهم تشهد عنهم أهل الكفر قلوا أنا علمنا لا تجل علي وتزندخني ما هيك المسائل الألطف تلطف لسه المسألة أصعب مما تتغيل وإحنا يعني أنا بالله عليك ما هي علاقتي مع ابن عمتي ستيفن هوكينغ ولا زوج بنتي ولا أنا ما أخذ بنته ولا علاقة بينه بينه والله يرحمه ويغفر له إذا كان هو في رحمة الله يعني إن شاء الله يغفر له وأسأل الله يغفر له هو لغيري لا عندي مشكلة أنا أريد أهلك ديني وأريد أخير عشان ستيفن هوكينغ أبدا أبدا لكن أنا فيه شيء يقر في عقلي وفي جناني بعد بحثه علمه وتحقيقه وكذا مطلوب مني شاعر أقوله ولا أستطيع أني خايف منكم من غيركم والذي يسبونه ويبدع علي أني أنا لن أسكت سأقوله ولما يصير فيه مقام أخذ رده مناظرة مع من يعني ينفع بنشوف بعدين إذا جل الغبارو مثلا مستهلة كلام طويل هذه واحدة ثانية بكل اختصار بكل اختصار ونفس الشيء قالوا قالت أتينا طائعين عن السماوات والأرض كثير مفسرين قالوا الله ما قال لهم قولا قولين هكذا ولا هن أجابا بالقول وإنما هيئة التكوين قولهم كبيرة قدوة ماء ما رأيك ليس محدثين ونحن جايمين ونخذين حروف هذه مشكلة المرسلمين الحروفيين وما عندهم تطلع في العلم الحقيقي يقعدوا يكفروا وسبوا يلعنوا لا خلط يا أخي لا تعجل ويحكم على العباد ذول في النار وذول في الجنة لا 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 الله أرحم الرحمين وأرحم مما تتخيل نرجع لو إحنا أخذنا بظاهر آية الميثاق كما أخذها هذا الأخ الله يغفر لي وغفر له يا ربي تتعارض مع ظواهر كتاب الله أيضا يلا خلصني انتعاد وبعدين هذه آية واحدة سمائة الميثاق عشان تفهم أنه لازم أنت مضطر قبلي تأولها ليس حتخذها على ظاهرها تعرف ليش في القرآن الكريم قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يلا الله قال لكم ما في واحد بتعذى بيوم القيامة وبنخل جهنم إلا بعد أن نبعث له رسولا يقطع معذرته ويلزمه الحجة وما قالش حنعذبه بآية الميثاق لأنه أخذنا عليه الميثاق هذه واحدة بعدين في القرآن الكريم ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلي في آخر سورة طاها لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونأخذ واضح في سورة النساء رسولا مبشرين ومنذرين لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول معنى قبل ما يجي الرسول في حجة لم يأتيني النذير فالقرآن الكريم لا يريد أن يقول في آية في آية فالقصص نفس الشيء بسه فالقرآن الكريم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزال صح ولا فسحقا لأصحاب السعي لأنه إذن معناها الله بقول لك وسيق الذين كفروا في الزمر إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوا فتحت أبوا وهو قال لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آية ربكم يدركوا لقاء ما معنى هذا كل هذه الآيات وهي كثيرة جدا تقول ما في مساءلة وما في عذاب وما في جهنم إلا بعد أن ينقطع عذر العبد بماذا؟ بإرسال الرسل وإقامة الحجة ما حد من العلماء قال بالميثاق بل صرح علماءنا الكبار من السلف والخلف وقالوا هذا الميثاق لا يولد أحد يذكره تتذكر أنت أن الله خطبك أنا لا أستذكر ولا أنت ذاكر ولا أحد ذاكر علماءنا قالوا هذا المفسرون ومن آخرهم على ما أذكر إن شاء الله إن شاء الله ما يكون ذهني خني العلا ما شنقيطي في أضواء البيان قال لك لا أحد يذكر هذا الميثاق وإن هذا ما شوف نوش إذن هذا هذا ليس حج عليك واضح هذه الآية لا يوفم منها أنه بمجرد الميثاق كما فهم هذا الأخ الفاضل اللي رد علي أنه سيأخش هوكينج النار غلط أقول له أخطأت وخلفت الأمة وأتيت بما يخالف كل هذه الآيات من كتاب الله ما رأيك الآية الثانية اللي جاء بالأخ بقول أيش يعني تقريبا وأنه لكل من ماتك وأنه لا عذر لمن لم يجد وقتا للبحث عن حقها هلم نعمركم ما يتذكروا فيه كأن هذا الأخ اللي راد يعني حسن ما فهمت بقول أيه أنه كما ما ينفعك نعتد عن هوكينج وغير هوكينج بأن الزلم كان يعني إيه مشغول في الفيزة ولا بحث تبعت وكذا وما لقيش وقت يبحث إيش في القضية الإلهية وجود الله وغيره والأديان ويا رب يقول له العمر يعني أنا موت وكذا كان لو أعطتنا عمر كمان زياد فقال لك هذا مالوش حذر لأنه الله إيش قال ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أقول له يا سلام والله أهوم مما تتخيل والجواب في الآية ذاتها هذه الآية من سورة فاطر نسأل الله أن يعرفنا بالحق وأن يسعد قلوبنا بمعرفة الحق واتباعه مرات الحق كالعيسي في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محموله بتكون الحج عليك في كلامك في كلامك وأنت لا تدري الآية الجاية ترد فيها علينا هي بترد عليك وأنت مش داري بس لأنه خلص أنت بدك ترد وبدك تكذب وبدك تدعي الله يهديك ويهدينا ويغفر لك ويغفر لنا مشكلة وهم يصطرخون فيها الله قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضوا عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك أن يزدوا كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أرجعنا للدنيا بنرجعوا كذا مثلها في الأنعام أيضا ما الله أجابهم أولم نعمركم الله قال كانوا يقول أجابهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير معناها انقطعت حجته مش لأنه عاش الفترة الكافية اللي يستدل بها على الحق لا لأنه عاش الفترة الكافية بعد أن أرسل فيه ماذا الرسول أو ما بدوش كذا فهمتوا هذا القرآن هذا رب العزة ربنا مش متشوف يجيب الناس عطم في النهار يا الله بأي أبدا حاشا لله هل تقول لي ما كان عنده وقت يقرأ القرآن ستيفن هوكينغ لا يعرف العربية الذي أدن الله به تبارك وتعالى ما ذكره الله في آيات كثيرة أنه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم لكذا ولو نزلناه على بعض الأعجمين لو الله قال نزلنا القرآن العربي على ستيفن هوكينغ فقرأه عليهم ما كانوا به ما شوفت معناها القرآن حج على من على من يفهمه بلغته وأنا لا أثق أن الحجة تتم والمعذرة تنقطع بترجمات المصحف ما رأيك بصراحة لأن ترجمات المصحف أحيانا يكون فيها فهوم وفيها كذا يمكن بعضها يجعل من يقرأه يعرض عن هذا الدين ما رأيك طبعا أنت ما تلاقيش اليوم قريل جدا من عمال المسلمين من يقول لك هذا يمكن الموقف اللهوت الصحيح أو العقدي من قضية غير المسلمين اللي ماتوا على كذا ما رأيك لا 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 عندهم كل بساطة المسألة المجزومة عندهم وسهلة كل واحد مات غير مسلم حجهنم وتفسير غير صحيح ولذلك أنا أقول لكم شيئا أقول لكم شيئا ليش علماء كبار وجهابذة جهابذة جهابذة التفسير مع الأمة وبعضهم سلفيون على الطريقة السلفية قال لك بصراحة مثل هذه المسائل واحد ما سمعش واحد ما جهوش رسول واحد مات في الفترة فترة الانقطاع بين رسولين صح؟ زيه الجهلية لا عيسى أبوعث فيهم وإليهم ولا أدرك محمدا صح ولا أنا الذي أتعبد الله به أنهم غير محاسبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لهم الحج على الله ما فيه هذا الدين ما تجيب ليش أحاديث وأبي أبوك في النار ومرؤ القيس يجرق وكذا وحديث أحد هذه حاشاء الله أضرب أنا بالقرآن لا أأخذ بها حديث أحد أكون مجنوع أنا أنا هيك الحمد لله الله أداني هيك وهذا كثير علماء واصلين بالطريقة هذه فضل الله اللي مهم علينا نرجع عارف إيش اختاروا هؤلاء العلماء كثرة قل لك مثل هذه الحالات الغريبة الملغزة واحد ما جهوش نبي واحد سمع بنبي بس سمع به يعني مشكلة رأسا على عقب النزير النساء ومجرم ووثني وقاتل وعملوا ساوى بصراحة تلزمه الحجة مثل ما اليوم صورة محمد مشوه عند أكثر ناس صح ولا وجزء من التشويه بالإعلام والدراسات الاستشراقية وجزء منها بأفعال المسلمين الوسخة صح ولا الإرهابية القذرة الناس صدقت أن هذا محمد هذا قاتل إرهابي مجرم هذا كذا هذا ما ما جاءه نذير ولا تلزمه الحجة فإيش هذر العلماء الصريحين قالوا قالوا بصراحة إحنا في هذه الحالات نرجح حديث الأسود ابن سريع وحديث أنس بن مالك وهذه شرحت أيام خطبة هو يمكن بعد خطبة أو كذا أنا ما أذكر أنه يوم القيامة قال لك يأتي رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم هذا من شعال ما فعل حاجة مسكينة أجنب هذا كم هذا أجنب حيروح تخيل واحد أصم ومكان أيام لا لغة إشارة ولا لغة تبرو ولا لغة حاجة أصم واحد أحمق وحاق له ناقص أهبت هديت وأفهم حاجة أبل واحد مات في الفترة كم واحد إذن هم أربعة رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة يقول أصم يا ربي جاء الإسلام وما أسمع أنا ما أسمعت ما أسمعت خرآن ما أسمعت حاجة ما فهموني ما كانت عنده لغة إشارة ما فهموه كم إشارة تقول لغة إشارة ما كان أسمع عنده أعرفوش لغة زي اليوم يتبحون زلندة الإرها بقتل فرّغ المخزن وهنا ما فيش منه والأحمق يقول يا رب جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر لاحبا 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 كانوا الناس أيها سعوبية ويقول الهرم يا ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا خرف كنت أنا ماشي فاهم حاجة أسمعت ابن محمد ولا فاهم عاجة ويقول الذي مات في الفترة يا ربي ما جاءني من نذير وجاءكم النذير القرآن كله رحمة للدين صح في ناس عندهم هيك بدوا يخلوه جحمة لا أجهنم وفرحانيين زيت في النار وزيت كله في النار في النار في النار زيت والهندو وصلكم في الشوس والبذيين وكو اليهود ونصح كله في النار وماشا الله في الأخير وزيت عدنان والذي يكفي النار ونظلنا إحنا مشيخنا وإحنا مسكين الدين هالي قال لكم هالي قال لكم نفرت الناس عن الدين بالطريقة الله يدينا ويديكم شايف كيف فإيش بقول النبي عليه الصلاة وعفظ السلام فيرسلوا الله إليهم أن يقذفوا أو ألقوا أنفسكم في النار يقول صلوات ربي ودسلمات عليه وآله والذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما اللي بدخلها بردا وسلاما وحينجو معناها في احتمال حتى في ذلك اليوم وجيهم رسول يعني رسول من رب العالمين خشنا لا ما غشش زي إبليس ما زجدش أعتقد هذا يكفي إخواني يعني طبعا هذا جزء ممكن نجيب بجواب أطول لكن هذا الجزء أعتقد كافي في الجواب عن هذا السؤال الذي تقدم به أحد الإخوة بارك الله فيه ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر